بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين المصطفى الأمجد أبي الزهراء محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من آدم إلى قيام يوم الدين اللهم صلى الله عليه وسلم اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وأرضق طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصل بنا المقام أيها الأعزاء إلى عقيدتنا في صفات النبي وقال ونعتقد أن النبي كما يجب أن يكون معصوما يجب أن يكون متصفا بأكمل الصفات الخلقية والعقلية وأفضلها إذن حديثنا اليوم حول هذا إكمال لما سبق وكأنه سلسلة مترابطة منذ أن بدأنا فيما يرتبط بعقيدتنا في الأنبياء في بعثة الأنبياء في العصمة إذن نصل إلى مطلب الصفات وقد بينا فيما سبق أن النبوة لطف وهذا أمر واضح وقاعدة لطف لها مقدمات عديدة وتنتج أيضا هذه المقدمات قد بينت فيما سبق وتعطي خصائص عديدة لمقام النبوة النبوة حتى تكون لطف إلهي لا بد من أن تتوفر شروط في المقام أولا العصمة من أهم الشروط التي مرت لأنه لا فائدة يكون من قاعدة اللطف إذا لم يكن النبي معصوم لأن هدف النبي وقد حددنا الهدف العام والهدف التفصيلي لبعثة الأنبياء أنه يرشد الناس يقربهم إلى الطاعة يبعدهم عن المساوئ والمنزلقات الخطرة يعني بمعنى آخر يقرب من الخط الإلهي ويبعد عن الخط الإبليسي إذن صفات الأنبياء هي فرع من تلك العصمة هي الجزع الأساس أيضا وهي تابعة لهذه القاعدة القبرى التي أسسناها في مطلب الأنبياء منذ بدايته إلى الآن ألا وهي قاعدة اللطف النبي المبعوذ إذا لم يكن في أتم الأخلاق ومجنب عن الرزائل وبالأخص القبيحة جدا فكيف سيكون نبي كيف سيكون هادي كيف سيكون مرشد كيف سيكون منذر إذا كانت حالة هذا الإنسان الذي هو في هذا المقام الخطير لا يتمتع بالأخلاق العالية بالصفات الكمالية بما لتلك الصفات من معنى يعني مو تمتع عادي أنه يبتسم حينا ويضحق حينا ويعبث حين آخر لا أن يكون حكيما وأن يكون عالما فلذلك لا بد أن تتجلى فيه الكمالات منزه عن الرزائل والمنفرات المنفرات بجميع أقصامها المنفرات الأخلاقية المنفرات الخلقية من حيث الخارج أن لا يكون قبيح المنظر بمعنى يسبب النفرة أن لا يكون فيه عاها أن يكون طاهر النسب لأن الناس بطبعها لا تنسى الماضي هي الناس إذا كان الماضي تام تنتظر الزلة لتعاير ولو لاحظناها جمالية هذا المشهد بما فيه من ألم الجمالية من جهة والقبح من جهة جمالية من جهة سيدتنا مريم سلام الله عليها والقبح من جهة الناس مرة وحدة تأتي مريم المقدسة باعتراف القوم القوم لكي يقوموا بخدمة مريم تأتي مريم تحمل طفل بإيدها مباشرة نصبت المحكمة تنكرت الأمة في ذلك الزمن تنكر المجتمع في ذلك الوقت لكل الماضي المشرف لمريم يا أختها لم يكن أبوك مرأسة وما كانت أمك بغية طبعا الآيات في المعنى هنا فبالتالي تنكروا مباشرة فكيف إذا كان الداعي والمرشيد يمتاز بشيء من الفضائل ولكن يوجد أيضا معها جامعة معها والعياذ بالله رزائل وقبائح ومنفرات خلقية وأخلاقية وما شابه فلا يتبع إذن طيب لماذا هذه البدية من أين جئنا بهذه اللابدية أن يكون النبي كما أننا اعتقدنا بإسمته يجب أن يكون أيضا متصفا بأكمل الصفات الكمالية هذه اللابدية من أين ببساطة لأن الناس بالعادة بالغالب يميلون إلى الكمل من البشر يميلون إلى الكمال يميلون إلى الكامل الحائز على الصفات التي تخوله بأن يأخذ الجدارة والتقدم على البقية أما إذا كان إنسان لا يمتلك أي صفات بأي حق يقدم سيقدم في الغلبة والقهر هذا واضح هذا التقدم قهري ولكن نتكلم العقلاء بما هم عقلاء إذا أراد الإنسان مثلا في التعليم أن يأتي بمدرس لأولاده بمرشد بمربي لأولاده يختار من فيه صفات وفضائل معينة لماذا؟ لأنه أمر خطير يعتبر ابنه أمانة ونحن عباد الله نحن عبيد لله عز وجل نحن أمانة في هذه الكرة الأرضية فالله عز وجل أيها قال أن يجعلنا في أيدي مربين غير كاملين ناقصين فيهم صفات منفرة فيهم صفات أخلاقية خطيرة من حسد وما شابه من بخل من جبن من سريرة والعياذ بالله لا بل المقام يقتضي أن يقوم في أعلى درجات الكمال لأن من أراد الإرشاد ومن أراد الهداية ولم يكن هادي فهو يكون أحق بالهداية من غيره وهذا مضمون الأهية الكريمة في القرآن الكريم فمن يهدي إلى الحق فبالتالي هذه نقطة من هنا كانت هذه اللابدية لابد أن يكون بصفاته الكمالية آخذ بأيديهم نحو الكلام ما يخذهم سحبهم على الكمال على الصفات الجيدة أيضا لا يوجد طيب عنده صفات وعنده كمال وعنده ما عنده منفرات لطيف هذا يتبع ولكن هذا لا يكفي لابد أن يكون الكمال المترسق فيه يعني الصفات الجمالية الكمالية صفات الكمال التي يتصف بها لابد أن يكون متوفوق فيها على كل أهل زمانه لأنه بتقول لي هون لماذا لأنه إذا كان موجود في زمانه من يساويه في الفضل والقادر من جهة الصفات ودفع المنفرات وعدم موجود الصفات المنفرة الغير ملائمة فإذا هون يصير يستطيع الإنسان أن يحتاج على الله عز وجل يقول لماذا قدمت من باب المثال يعني لماذا قدمت عيسى النبي على زيد طالما أن الطرفان يتمتعون بنفس الصفات يتمتعون بنفس الصفات إذن لابد أن يكون هنا الصفات أكمل من غيره حتى يجدر حتى المساوي لا ينفع فبالتالي لابد أن نلتفت لأنه يصبح ترجيح بلا مرجع طيب وإذا كان هو أفضل وإذا كان هو أفضل وفي أفضل منه أيضا بطريق أولى يقبه عند العقلاء تقديم المفضول على الفاضل تقول لي لا هو فاضل يتمتع بهذه الصفات فيه هذه الصفات ولكن يوجد في الأمة من هو أفضل منه نقول لك أيضا كما رفضنا الترجيح في الصورة الأولى وجود المساوي له في الصفات أيضا الأفضلية هنا لا نقبلها بحكم العقل لأن نحن بعقولنا نعلم وفقا واتباعا لحكم العقل أن تقديم المفضول على الفاضل قبيح كيف سنقدم المفضول على الفاضل كيف يقتضي الأفضل الفاضل كيف يقتضي الأفضل بمن هو أقل منه اللي هو الأفضل العهدي فلا يمكن لذلك نجد أن بعض المدارس الإسلامية قالت بتقديم المفضول على الفاضل هذا ابن أبو الحديد المعتزلي في شرح النهج بعد أن يذكر الصفات الجليلة ويذكر هذا التفسير لأمير المؤمنين في المقدمة يخبر ويقر بذلك ويقول نحن الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل فيخالف عقله في هذه المسألة إذن اثنين لو لم يكن الأنبياء حاملين لمثل هذه الصفات لن تفى الغرض من البعثة من احنا حطينا للبعث غرض هو ماذا أنه يرسم لي طريق الهداية يقربني من الطاعات ويبعدني عن الرزائل وكيف أثق بمن يحمل الرزائل أيضا فلا وثوق نقع في مسألة الوثوق ما بصور عندي وثوق وثوق لماذا أثق؟ كيف أثق؟ هو جاي بده ياخد بإيدي على الطاعات ويجريده أن ابن الرزائل ما يجنب نفسه يجنب نفسه أولا كيف أثق فيه؟ كل هذه الأدلة الصابقة زائد المعجزة زائد العصمة زائد التحلي بالصفات كلها تعطينا زبدي بالنهاية أنها لابد من تنزيه الأنبياء عن كل الصفات القبيحة لذلك لابد أن نتصرف على هذا الأساس لماذا؟ لأنها صفارة عن الله عز وجل وهذه الصفارة لابد من صفات خاصة فيها طبعا صفارة بمعنها العمق وليس بمعنها السطح نأتي بهذه التعابير من أجل تقريب الفقرة إلى الأذهان إلا أن مقام النبي ومعرفة الأنبياء واصطفاء الأنبياء واشتبائهم واختيارهم أعمق بكثير من هذه التعابير كيف نثبت هذا الأمر صفات الأنبياء؟ نم نجيبها نأتي بصفات الأنبياء على لسان القرآن على ما ورد في القرآن الكريم وما ورد في السنة الشريفة ننظر إلى الآيات والروايات نجد حالة اصطفاء حالة اختيار حالة اشتباء حالة أمر بالطاعة لهم حجج إلى آخره فمن أراد يطالع الآيات القرآنية والروايات الشريفة التي ترتبط بوصف الأنبياء وصفات الأنبياء إذن لابد أن يكون هو الفرد الأكمل لأنه مرسل من قبل الله عز وجل فيجب أن يكون بصفات الباري عز وجل يحاكي صفات الله عز وجل لأنه هو حلقة الوصل بين الممكنات وواجب الوجود إذن فلابد أن يكون النبي النبي لابد أن يكون أفضل من الناس كلهم فلابد أيضا لمن يحمل الرسالة الخاتمة كالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون أفضل من جميع الناس لأن رسالته خالدة ولجميع الناس وأن يكون أفضل أيضا من جميع الأنبياء من هذه الجهة يقول المصنف ونعتقد أن النبي كما يجب أن يكون معصوما يجب أن يكون متصفا بأكمل الصفات الخلقية والعقلية وأفضلها من نحو ليش يجب أن يكون متصفا لأنه لو لم يكن متصف أيها الأحباء شو يصبح شو النتيجة لبتنتج يصبح منفر للناس يعني خلاف الفرض وخلاف الهدف والغاية التي من أجلها بعث ومن أجلها كان نبيا من نحو الشجاعة والسياسة والتدبير والصبر والفطنة والذكاء حتى لا يدانيه بشر سواه فيها لأنه لو لذلك لما صح أن تكون له الرئاسة العامة على جميع الخلق ولا قوة إدارة العالم كله إذن لذلك عندنا رواية ما قصم الله للعباد شيئون مثل العقل فنوم العاقل أفضل من صهر الجاهل والتقدير هنا حتى تصح المقارنة أن يكون صهر ليس في معصية لأنه عندها لا حاجة لماذا للمقارنة هو هذا الجاهل أن يكون حتى تصح المقارنة لابد أن يكون نوم الجاهل أفضل نوم الجاهل بمعنى العبادة حتى نقول أن نوم العاقل أفضل من عبادة الجاهل من صهر الجاهل حتى لو كان في العبادة لماذا لأنه المعيار فيه للعقل فلابد أن يكون الأنبياء أيضا من هذه الجنبة من جنبة الصفات أن يكونوا الكمل وأن يكون العقل عندهم هو الأكمل لماذا لكي تتحقق الحجية وتتوم ولأن الله عز وجل ما بعث نبي حتى استكمل العقل في الأنبياء والرسل حتى يستكمل العقل فيكون عقله أفضل من غيره هذه بالنسبة للعقل إلى كل الصفات لابد أن يكون النبي أفضل من غيره كما يجب أن يكون طاهر المولد أمينا صادقا منزها عن الرزائل قبل بعثته أيضا لقي تطمئن إليه القلوب وتركن إليه النفوس الناس لا تميز ما قبل البعثة عما بعد البعثة إذا كان عنده خلل في حياته حتى قبل البعثة في ماضيه الناس لا تنسى هذا الماضي بل لكي يستحق هذا المقام الإلهي العظيم لذلك لا بد من أن نلتفت جيدا إلى ضرورة الاعتقاد بهذه الصفات لأن البعض على نحو العجالة قد يعتقد على مستوى التنظير بهذه الصفات ولكن حينما يروي حينما يذكر الأحداث حينما يريد أن يترجم عن النبي الخاتم أو غيره نجد ينسب إليه من الأمور ما تنافي أوليات الاعتقاد بهذه الصفات التي يجب على النبي أن يتصف بها وتعالى الله وتبارك عما يصف الواصفون أنبياءه إلى هنا انتهى عقيدتنا في صفات النبي انتهت هذه الفقرة بما قربناه من استدلال يليق في المقام الآن يأتي إلى الفصل الآخر الفصل الذي يليه عقيدتنا في الأنبياء وقطوبهم نؤمن على الإجبال بأن جميع الأنبياء والمرسلين على حق كما نؤمن بعصمتهم وطهارتهم عصم لكل الأنبياء أما إنكار نبوتهم أو سبهم أو الاستهزاء بهم فهو من الكفر والزندق هنا أيضا بحث لطيف أنه عقيدتنا في الأنبياء وفي كتب الأنبياء ليجب الإيمان بجميع الأنبياء هذا أمر جدا مهم أيها الأحب فلا يمكن الإيمان ببعض الأنبياء دون ماذا البعض هذا لا يمكن تقول لي أؤمن بنبي دون نبي وخصوصا أن الأنبياء ثبتت نبوتهم بما تقدم من أدلة هذا قل ما تقدم أثبتنا وبكتبهم السماوية إذن هذا اعتقادنا هذه عقيدتنا نحن الإمامية الاثنين عشرية نعتقد بنبوة جميع الأنبياء ونحترمهم ونبجلهم وأيضا نعتقد بكتبهم السماوية هذا هو اعتقاد بعكس غيرنا نجد أن المسيحي لا يعتقد بنبوة النبي الخاتم تقف السلسلة عند المسيح لا يؤمن بما جاء بعد عيسى نجد إلى اليهودي لا يؤمن بما جاء بعد موسى تقف السلسلة لا يؤمن بعيسى ومحمد إلا هذه الطائفة الحقة والفرق المحقق اتباعا للحق المطلق محمد وآل محمد نجد وخصوصا بمعجزة النبي الخالد القرآن الكريم بهذين العدلين القرآن والسنة المعظمة عن رسول الله وآله نجد أنه ذكروا ذكر في القرآن قصم من الأنبياء وذكر في الروايات قصم من الآخر على نحو التفصيل وذكر على نحو الإجمال فنحن نعتقد بجميع الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم وذكروا في الروايات ونعتقد أيضا بالأنبياء الذين لم يذكروا لم يذكروا في الكتاب الكريم أو السنة لماذا نعتقد لأنه هناك اعتقاد إجمالي واعتقاد تفصيل اعتقادنا التفصيل بالذي فصل فيه الاعتقاد الإجمالي وفقا لكل قاعدة نقول كل نبيين ثبتت ثبتت صار في إثبات ثبتت نبوته ثبتت النبوة له بالدليل فأنا أؤمن به بغض النظر عرفت اسمه أو لم أعرف اسمه أنه بعض الروايات أشارت أن الأنبياء أكثر من مئة آلف نبي فإذن هذا اعتقادنا لذلك لابد من هذا الاعتقاد إذا نأتي إلى مرحلة تاني طيب هذا اعتقادنا طلع فرض معين زيد من الناس أنكر نبوة نبي من الأنبياء فهو على حد الكفر لماذا هو على حد الكفر فإن إنقار أي نبي أيضا على نحو الإجمال فهو على حد الكفر يعني ما حدا يأتي ويفصل يقول لا الكلام أن من أنكر نبي يكون على حد الكفر هو النبي المعروف على نحو التفصيل سواء في القرآن أو في الروايات أما النبي المعروف أما أنكر نبي على نحو الإجمال غير معروف في الاسم والتشخيص ولم يذكر فهذا لا نقول على كلا الأمرين لأنه نحن أسسنا قادي قلنا كل نبي قاعدة كلية ثبتت نبوته يجب الاعتقاد به والإيمان به وإلى آخره إذن لماذا إذا ثبتت نبوه وأنا أنكره أبكون على حد الكفر لأنه هذا إنقار للضروري ونحن عندنا قاعدة إنكار الضروري مع الالتفاءات إلى اللوازم ماذا يؤدي هذا الإنكار إلى الخروج عن الإسلام إذا كان الأمر عظيم راجع إلى تكذيب نفس النبي محمد أو إلى تكذيب القرآن الكريم فإذن إنكاره يكون إذا أنكرت أنا نبوة نبي يرجع إلى التكذيب وإنكار نبوة نبي من الأنبياء أيضا قد يرجعه البعض إلى إنكار نفس نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لماذا لأنه اليوم أي مؤسس في العالم أي نظام في العالم له منظومة خاصة من لا يؤمن بهذه المنظومة حتى الأحزاب حتى غيرها من لا يؤمن بهذه المنظومة فإن لم تكن معي فأنت ضد ضد يد المنظومة ليس بالضرورة على نحو الصدام وهذا مقتضى الاعتقاد عندما أعتقد أن مذهبي بغض النظر ما هو المذهب عندما أعتقد بأن هذا الاعتقاد هو اعتقادي لازم هذا الاعتقاد أن الآخرين على خطأ هذا هو معنى التكفير إذن قل فلذلك لابد أن نجد هذا عند المؤسسات لذا ما حدا يتحسس بس نقول على حد الإنقار والقفر ويقول هذا إرهاب فكري وهذا تصنيف للناس والبشر وهذا دايدا عقلاء هوا البشر اللي عما تنيري عنهم وهو الحداثويين والعلمانيين اللي فزعان على مشاعرهم هن نفسهم بطبقوا هذا الأمر العقلائي نجد الآن الدول بشكل عام الآن دولة معينة عندها مشكلة مع دولة أخرى هذه الدولة في حالة صدام في حالة صراع مع دولة أخرى تعتبر أن أي فرد من هذه المنظومة من هذه البوطقة الوطنية للدولة رقم ألف تواصله وقام بشبكة علاقات مع الدولة رقم با اللي هي معادي للدولة يتهم بالخيانة العظمى لماذا؟ لأنه خرج عن السلسلة وعن المنظومة وعن الدستور المتكامل لهذه الدولة فيحكى بالخيانة العظمى اللي هو القتل اللي هو الإعدام الحرب المباشر اللي هو النفي من البلاد اللي هو الوضع في السجن بحسب تلك الدول نحن نقول كل من في المنظومة الإسلامية كل من كان مسلما ويعتقد بالإسلام وسلم بنبوة الأنبياء وبنبوة النبي الخاتم فإذا يجب عليه أن يعتقد بالإسلام من ألف الإسلام إلى ياء الإسلام ومن جملة هذا الاعتقاد الاعتقاد بأكثر من مئة ألف نبي وردوا في الروايات باعتقاد تفصيلي لمن سمي وعرف وبالاعتقاد الأجمالي فإن لم تؤمن وأنكرت الباء أو الجيم أو الدال أو الخاء انقطعت السلسلة فخرجت أنت عن الإسلام وهذا أمر عادي لأن الإسلام له شروط وبنود وهو سلسلة متكاملة فلابد بالاعتقاد بكل دستورة فإذا أنقرت جزء وأنقرت أمر ضروري من هذا الدستور وأساس من بنود هذا الدستور مع الالتفات للوازم الإنقار يعني من ليس عن جهل أو أنه لم يسمع بهذا الأمر فعند ذلك الحين تخرج نقول خرج كفر خرج عن الإسلام وهذا ديدا عقلائي عقيدتنا في الأنبياء وكتبهم نؤمن على الإجمال بأن جميع الأنبياء والمرسلين على حق كما نؤمن بعصمتهم وطهارتهم عصمة لكل الأنبياء طهارة لكل الأنبياء وأما إنقار نبوتهم أو سبهم أو الاستهزاء بهم فهو من القفر والزندقة كما يفعل بعض الأديان الأخرى بحق نبينا الخاتم ونحن لا نفعل هذا لأنه ثبت عندنا بالدليل وبما أخبر النبي عن بوجوب الإيمان بالأنبياء الصابقين واحترامهم وتبجيلهم وتعظيمهم لأن ذلك يستلزم إنكار نبينا الذي أخبر عنهم وصدقهم وأما المعروفة أسماؤهم وشرائعهم كآدم ونوح وإبراهيم وداود وسليمان وموسى وعيسى وسائر من ذكرهم القرآن الكريم بأعيانهم فيجب الإيمان بهم على الخصوص ومن أنكر واحدا منهم فقد أنكر الجميع وأنكر نبوة نبينا بالخصوص هذه الكلمة وأنكر نبوة نبينا بالخصوص البعض أشكل عليها وقال هي اشتباه من المصنف نحن نحاول التوجيه هي بالدقة العلمية هذا الكلام غير تام لأنه من ينكر النبوة نبوة أحد الأنبياء لا يستلزم إنكار نبوة النبي محمد لعله عن جهل عن عدم تعلق هو لم ينكر نبوة النبي محمد أنكر إنما يلزم التكذيب للنبي محمد ولعله البعض يقول أن اتباع النبي والأخذ عن النبي محمد بما أتى به يجب التعامل مع كل ما أخذ به بنحو التسليم والتصديق والاتباع فأنت لا تستطيع أن تقول أنا مقر بنبوة النبي محمد أخذ بشيء ولا أخذ بأشياء أخرى مما جاء بها النبي فترجع إلى تكذيب نبوة النبي وإنقار نبوة النبي وكذلك يجب الإيمان بكتبهم وما نزل عليهم وأما التوراة والإنجيل الموجودان الآن بين أيدي الناس فقد ثبتا أنهما محرفان عما أنزل بسبب ما حدث فيهما من التغيير والتبديل الواضح والزيادات والإضافات بعد زماني موسى وعيسى عليهما السلام على نبينا وآله السلام بتلاعب ذوي الأهواء والأطماء بل الموجود منهما أكثره أو كله موضوع بعد زمانهما من الأتباع والأشياء بيقول لك بس الموجود منه الأكثر هذا أكثر الموجود منه موضوع من الأتباع والأشياء يترقى ويقول كله لعل هذه الكلمة لعل البعض يشكل أيضا ويقول أنه لا يوجد شيء صحيح بقي من التوراة والإنجيل وإنما مثلا بنسبة 70% حرفوا لأنه إذا تم التحريف النهائي لعله يقال البعض يعني لا يحصل هذا عملية التلبيس على الآخر بمعنى يصبح محد يعني باطل فلابد من أن يخلط شيء والبعض الآخر قال لا طالما نحن لا نثق بهم وقد اعتقدنا بالتحريف وقد قلنا أنه ممكن أن يكون التحريف واقع وقد وقع فنشق أصلا بأنه حرف كليان طبعا هذا بعقس الكرآن الكريم الكرآن الكريم جاء وعد إلهي بما أنه رسالة خاتمة وستستمر على طول الظهر وهو دين وشريعة خاتمة لجميع الأديان والشرائع الصابقة وناسخ له وكتابه حاكم على جميع الكتب السماوية الصابقة وناسخ لها فلابد أن يكون محفوظ من يد التحريف كان صريح القرآن نحن إن نزلنا الذكر وإن له لحافظون يعني مو بس قضية هذا الذكر المخصوص له القرآن الكريم بل نحن حفظناه أيضا إلى هنا ينتهي هذا المطلب أيضا عقيدتنا في الأنبياء وكتبهم إن شاء الله نشرع في المباحثة القادمة بعقيدتنا في الإسلام وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد